اشتركوا في القناة درسنا النهاردة بيتكلم عن أنواع الحدود السياسية وقسمناها إلى نوعين حدود طبيعية وحدود بشرية حدود الطبيعية عرفنا أنها متمثلة في الحدود الجبلية والنهرية والبحيرية والبحرية أما الحدود البشرية فدي بتتمثل في حدود هندسية وحدود إسنوغرافية اللي هي متمثلة في الدين واللغة تعالوا مع بعض نشوف إيه هي أهم أسئلة الدرس ده نبدأ مع بعض بالمصطلحات أهم المصطلحات في الدرس النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من المصطلحات نبدأ بالمصطلح الأول هي الحدود الطبيعية يعني إيه كلمة حدود طبيعية؟ هي حدود سياسية يتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية واضحة يعني هو حد سياسي فاصل بين الدول بس برسمه على أساس إيه؟ على أساس ظاهرة طبيعية ممكن تبقى جبال أو أنهار أو بحار أو بحيرات أو ممرات ملاحية أو خلجان إلى آخره دي بسميها إيه بقى؟ بسميها حدود طبيعية طيب المياه الداخلية إيه هي المياه الداخلية؟ هي اللي بتضم كل الأشكال المائية المتصلة بالبحر يعني مثلا لو عنا عندي بحيرة متصلة بالبحر زي بحيرة البردويل والمنزلة والبرولوس وإيتكو ومريوتكو اللي دي بحيرات عندنا في شمال مصر بتتصل بالبحر المتوسط دي بقى البحيرات دي بسميها إيه؟ مياه داخلية وبتقع جميعها فوق يابس الدولة وتشمل البحيرات الساحلية مصبط الأنهار، الخلجان، محدودة المساحة كل دي بسميها مياه داخلية طب يترى المياه الداخلية دي تعتبر جزء من المياه الإقليمية؟ لا طبعا لا تعتبر جزء من المياه الإقليمية تمام؟ يبقى ناخد بنا من الحتة دي طب الجزئية دية المياه الداخلية لا تعتبر جزء من المياه الإقليمية تعتبر جزء من يابس الدولة ليه؟ لأنها محاطة بيابس الدولة يعني بقسها من ضمن مساحة الدولة طيب المياه الإقليمية بقى إيه هي؟ دي بتضم النطاق البحري الممتد من خط الساحل وتحدد حفته الخارجية من جهة البحر الحد السياسي البحري للدولة وتمارس الدولة سيادتها المطلقة عليها في الصيد والتجارة والسخراج السروات يبقى المياه الإقليمية دية اللي هي بدأة من بداية خط الساحل من أول نقطة التقاء اليابس يابس الدولة بإيه؟ بساحل البحر أو ساحل المحيط وبتم تحديد حفتها الخارجية من جهة البحر دي بتعتبر حد سياسي بحري للدولة طيب إيه سلطة الدولة في المياه دية؟ بتمرس سلطتها المطلقة في الصيد والتجارة واستخراج السروات طيب المياه التكميلية أو الملاصقة دي بقى تالي المياه الإقليمية يعني بتأتي بعدها تمتد من نهاية المياه الإقليمية للدولة الساحلية إلى مسافة لا تزيد عن 12 ميل طيب هي المياه الإقليمية محددة برقم يعني ثابت ومحدد لا هي بتتروح من 3 إلى 300 ميل في الغالب بتبقى حوالي 12 ميل ده الرقم الغالب للمياه الإقليمية بين معظم دول العالم لكن المياه التكميلية لها رقم محدد وهو 12 ميل تالي المياه الإقليمية ب12 ميل بحري بتمارس الدولة فيها سلطات جمركية وإجراءات خاصة بالرقابة والإشراف الضروريين لتحقيق الأمن والسلامة للمحافظة على مصالحها الحيوية طيب بالنسبة بقى للمياه المحايدة دي منطقة تالي منطقة المياه التكميلية تجاه البحر تدعي بعض الدول سيادتها عليها يعني مش كل الدول تدعي سيادتها على المياه المحايدة ولكن بعض الدول وطبعاً بيكون من منطلق القوة قوة هذه الدولة وبتمنع الدول ممارسة العمليات العسكرية الأجنبية فيها أعالي البحار أو المياه الدولية برضو عايز أقول لكم حاجة أن المياه التكميلية والمياه المحايدة تعتبر جزء من أعالي البحار طيب أعالي البحار بقى أو المياه الدولية هي المناطق البحرية المفتوحة للجميع بدون قيود والتي لا تدعي دولة ملكيتها يعني مشاعة للبشرية لا يحق لأي دولة أن تتدخل في حرية الملاحة فيها دي بسميها أعالي البحار أو المياه الدولية طيب إيه الفرق بين أعالي البحار مش أنا بقول المياه التكميلية من أعالي البحار جزء منها والمياه المحايدة جزء من أعالي البحار ولكن المياه التكميلية هي جزء من أعالي البحار ولكن مشروطة يعني إيه؟ يعني هنا الدولة بيكون لها بعض السلطات في هذه المنطقة وفي المياه المحايدة برضو الدول الكبرى بيكون لها بعض السلطات وليها سيادة عليها وبتمنع ممارسة العملات العسكرية الأجنبية فيها لكن منطقة أعالي البحار أو المياه الدولية دي بقى ليس لأي دولة سلطة عليها يعني زي ما قلنا مفتوحة للجميع ومشاعة للبشرية لا يحق لأي دولة أن تتدخل في حرية الملاحة فيها أما بالنسبة للرصيف القري فهو امتداد لليابس تحت مياه البحر بيمتد من خط الساحل حتى عمق 100 قامة والقامة بتسوي 182 سنتي للدولة حق الاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية المائية والمعدنية الموجودة في هذه المنطقة منطقة الرصيف القري ودي زهرت أهميتها في الفترة الأخيرة نتيجة الاكتشاف العديد من الصروات في هذه المنطقة لذلك لازم تحديده بدقة حتى لا تحدث نزاعات بين الدول دي كانت بعض المصالحات أو يعني المصالحات المهمة الموجودة في درسنا النهاردة تعالوا دلوقتي نتعرف على أهم أسئلة المقارنات في درس النهاردة مقارنة بين الحدود الجبلية والحدود النهرية من حيث المميزات ومن حيث الشكل نبدأ كده بالحدود الجبلية طبعاً اللي اتنين هم حدود طبيعية تفصل بين الدول الحدود الجبلية دي ظاهرة دائمة مرئية عريضة وعرة قليلة السكان كل دي مميزات ليها يقتصر عبرها على ممرات معينة وتعتبر بمثابة خطوط دفاعية تستغلها الدول في إقامة التحصينات عليها للدفاع عن نفسها ضد أي غزو خارجي يعني الدولة اللي لها حدود جبلية تعتبر دولة محصنة ودولة يعني لديها درعة يحميها ويقيها من الأخطار الخارجية يعني لها خط دفاع تقدر أنها تقيم عليه تحصينات تحمي نفسها بيها طب ده بالنسبة لمميزات الحدود الجبلية طب يا ترى شكلها بقى تعتبر مجرد خطوط تمر في المناطق الجبلية يختلف شكلها بين الدول في عندي شكلين الشكل الأول ممكن أن الحد الجبلي ده يمتد مع خط تقسيم المياه على طول امتداد القمام الجبلية يعني بيتعمل من قمة الجبل في منطقة خط تقسيم المياه وده بتعتبر أفضل الحدود السياسية يعني أفضل الحدود السياسية الجبلية في المناطق الجبلية اللي بتصير مع خط تقسيم المياه أما الشكل الثاني في الحدود الجبلية فده بيكون عند أقدام الجبال بين الدول يبقى دول أشكال الحدود الجبلية طب أمثلة عليها الحدود بين شيلي والارجنتين على طول امتداد جبال الانديز والحدود بين فرنسا واسبانيا على امتداد جبال البرونس تعالوا بقى نشوف الحدود النهرية ايه مميزاتها وضحها في الطبيعة ظاهرة واضحة يعني عندي نهر كده فاصل بين دولتين يبقى حاجة واضحة وبينها ظاهرة مرئية وواضحة في الطبيعة وبتمثل خط الدفاع ايضا ومانع مائي دي مميزات الحدود النهرية يبقى واضحة في الطبيعة وبتمثل خط الدفاع ومانع مائي دي بالنسبة بقى لشكلها شكل الحدود النهرية لها عدة اشكال ممكن تبقى ماشية مع خط المنتصف يعني في الوسط يعني مثلا لو عندي نهر بين دولتين بمشي الحد الفاصل بينهم في منتصف النهر يبقى نص النهر ده والتابع دولة والنص التاني تابع الدولة التانية مثل نهر ريو جراند الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك الحدود فيه ماشية مع خط المنتصف طيب فيه شكل تاني خط العمق الملاحي مثل الحد بين فرنسا وألمانيا على طول مجرى نهر الرئين أيضا الشكل التالت احدى ضفتين نهر بحيث يجري النهر بكامله داخل دولة دون الأخرى وتكون احدى ضفتين داخل الدولة الأخرى يعني ايه؟ يعني أنا عندي نهر النهر دوت كله بيبقى داخل حدود دولة طيب النهر ده ليه ضفتين ضفة منه كلها داخل حدود الدولة وكل نهر كل مية النهر وحق الملاحة والصيد وكل دوت بيبقى من حق هذه الدولة أما الدولة الأخرى فبيكون لها الدفة التانية فقط يعني بيكون سيطرتها على الدفة التانية فقط تمام؟ اهو تكون احدى ضفتين داخل الدولة الأخرى زي ايه بقى؟ زي خط الحدود بين بولندا ودولتين بيلاروسيا وأوكرانيا على طول نهر بوج أحد فروع نهر الفستولة كده عرفنا الحدود الجبلية والحدود النهرية وعرفنا المميزات والأشكال بتاعتها طيب نشوف المقارنة التانية بين الحدود الحضارية الإسنغرافية والحدود الهندسية ودي طبعا حدود بشرية نبدأ بالحدود الحضارية هي حدود يتم ترسمها وفقا للخصائص الحضارية للسكان اللي هي اللغة والدين من أمثلتها الحدود السياسية في منطقة وسط أوروبا ودي تم ترسمها على أساس اللغة يعني تم الفصل بين الدول الأوروبية على أساس اللغة بعد الحرب العالمية الأولى منعا لمشكلة الأقليات بحيث تتميز كل دولة بلغاتها الخاصة عندنا مثلا دولة فرنسا اللغة الفرنسية ألمانيا لغة ألمانية إيطاليا لغة إيطالية أسبانيا لغة الأسبانية وهكذا يعني معظم دول الأوروبا بيتم تقسيم الحدود بينهم على أساس إيه؟ على أساس اللغة طب بالنسبة بقى للدين هي الحدود بين الهند وباكستان أكبر مثال على الحدود الدينية اللي تم ترسمها على أساس ديني الحدود بين الهند وباكستان تم تخططها على أساس ديني الهند الديانة الهندوسية وباكستان الديانة الإسلامية طيب نشوف الحدود الهندسية هي حدود تتخذ أشكال هندسية أو خطوط مستقيمة في لها ثلاث أشكال فلاكية ممكن تكون فلاكية بحتة زي إيه يعني مثلا تتمشى مع خطوط طول ودوار عرض زي حدودنا كده حد السياسي بين مصر والسودان ده بيصير مع دائرة عرض 22 شمالا وبين مصر وليبيا ممتدة على خط طول 25 شرقا يبقى دي بنسميها إيه حدود فلاكية يعني إحنا حدودنا الجنوبية والغربية حدود فلاكية بحتة ليه؟ لأنها تتطفق مع خطوط طول ودوار عرض طيب ممكن كمان الحدود الهندسية دي تكون في شكل خطوط مستقيمة تصل بين مقطتين معلوماتين أو ممسات دوار أو أقواص في دائرة معلوم مركزة ونصف قطرة وممكن في شكل آخر أنها تكون عبارة عن خطوط على أبعاد متساوية من ساحل أو سلسلة جبلية دول ثلاثة أشكال للحدود الهندسية طيب تعالوا نشوف مع بعض سؤال ما أوجه شبه والاختلاف بين الحدود الفرنسية الألمانية والحدود الفرنسية الأسبانية هما بيتشبهوا في إيه؟ بيتشبهوا أنه هما الاتنين بيصيروا مع حدود طبيعية يعني الحدود الفصلة بين فرنسا وألمانيا بتبقى حدود طبيعية وبين فرنسا وأسبانيا أيضا حدود طبيعية بس بيختلفوا في إيه بقى؟ أن الحدود الفصلة بين فرنسا وألمانيا حدود نهرية تتفق مع خط العمق الملاحي لنهر الرين لكن الحدود الفرنسية الأسبانية هي حدود طبيعية ولكن جبلية يبقى مش نهرية بقى هنا لها حدود إيه جبلية تتمثل في جبال البرونس ناخد دلوقتي أسئلة التفسير أهم أسئلة التفسير في الدرس دوت نبدأ كده بالسؤال تعتبر الحدود السياسية الجبلية من أقوى الحدود السياسية ليه أقوى حدود عندنا يا حدود السياسية الجبلية؟ ده لأن هي ظاهرة دائمة مرئية عريضة وعرة قليلة السكان يعني هقول مميزات الحدود الجبلية باختصار كده إنها ظاهرة مرئية ودائمة وعريضة وعرة قليلة السكان يقتصر عبرها على ممرات معينة وبتعتبر بمثابة خطوط دفاعية تستغلها الدول في إقامة تحصينات عليها للدفاع عن نفسها ضد أي غزو خارجي تمام؟ طيب السؤال الثاني تحول منطقة بنكو من تبعية الولايات المتحدة الأمريكية للمكسيك عام 1898 السبب هو إن نهر الريو جراند اللي هو فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك اللي هو يعتبر حد سياسي بينهم غير مجراء بسبب الفيضان أو النحت والإرساب نتيجة تغيير مجراء تحولت منطقة بنكو من تبعيتها للولايات المتحدة إلى تبعيتها لدولة المكسيك يبقى باختصار كده الإجابة تكون بسبب تغيير نهر الريو جراند اللي مجراء طيب السؤال اللي بعده لا تمثل بحيرة ميتشيكين حدود بحيرية فاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إحنا عارفين الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حدود بحيرية متمثلة في البحيرات العظمة طيب البحيرات العظمة دول كام؟ هم خمسة بس البحيرات الحدودية فيهم أربعة بس بنستبعد منهم بحيرة ميتشيكين طيب ليه بقى بستبعد بحيرة ميتشيكين؟ ليه؟ بحيرة ميتشيكين مش حدود بحيرية ما تعتبرش بحيرة حدودية فاصلة بين الولايات المتحدة وكندا أقول لها إنها تقع بالكامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني أكل لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية ملهاش أي حدود مع دولة إيه كندا طيب ناخد السؤال اللي بعده قيام بعض الدول القوية بتحديد مناطق لها وسط المحيط. السبب هو لكي تجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة والاعتراف بالدولة التي تدعي هذا الحق يعتمد على إيه؟ قوة الدولة. زي ما قلنا ده بيكون في منطقة إيه؟ المياه المحيدة. ناخد السؤال اللي بعده زيادة أهمية المياه المحيدة والأرصفة القرية لبعض دول العالم. السبب هو اكتشاف العديد من السروات المائية فيها أو بها مثل مصايد الأسماك أو السروات المدفونة في قاع المسطحات المائية. تم في هذه المناطق، مناطق الأرصفة القرية بالتحديد اكتشاف العديد من السروات. زي مثلا حقول بترول، غاز طبيعي وإلى آخره. لذلك واجب تحددها بدقة حتى لا تعتبر مناطق نزاع بين الدول في المستقبل. يبقى هي زادت أهميتها بسبب اكتشاف العديد من السروات. طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف السؤال اللي بعده. الحدود البحرية لا تقل أهمية وخطورة بالنسبة للدول عن حدودها البرية. السؤال ممكن يجي لك بالشكل ده وممكن يجي لك بالشكل تاني أهمية الحدود السياسية البحرية للدولة. الحد البحري أهميته لا تقل أهمية عن الحدود البرية. طيب السبب سواء كان السروات أو مصايا الطبيعية. يعني بتحمي حقوقها في كل ده. وقاية الدولة من أي أوباء أو أمراض تدخل إليها من خلال السفن القادمة من دول أخرى. حيث تخضع للتفتيش الصحي بمجرد دخولها المياه الإقليمية. يعني الحد البحري بيقوم بكل الوظائف دي. وظيفة الحماية والأمن. ووظيفة اقتصادية. ووظيفة كمان آآ سياسية وعسكرية. ووظيفة آآ صحية. طيب. كمان النزاع على الحد البحري يكون مع كل دول العالم. وده بقى واجه اختلاف بين الحد البري والحد البحري. دلوقتي لو في مشكلة على الحدود البرية هكون بين دولتين فقط. يعني مثلا لو أنا عندي مشكلة على الحدود الجنوبية لمصر. الحد البري الجنوبي في مصر. هيكون بيني وبين الصدان فقط. لكن الحدود البحرية النزاع فيها بيكون مع الدولة وكل دول العالم. وليس دولة واحدة. ليه لأن يعني معظم دول العالم بتمر في المنطقة البحرية دي. بتمر في البحر ده. بتمر في المحيطة. ده. لذلك آآ يجب تحديده بدقة. تمام؟ ده واجه اختلاف بين الحد البحري والحد البري. زيادة اهمية المياه المحيدة والارسفة القرية وبعض المياه العميقة القريبة من سواحل الدول في الفترات الاخيرة بعد اكتشاف العديد من الصراوات المئية بها زي ما قلنا طبعا في السابق. طيب. كل دي تبقى اجابة السؤال آآ اللي بيسأل عن اهمية الحدود السياسية البحرية للدولة. ناخد مع بعض دلوقتي اسئلة دلل. يترتب على اتخاذ الانهار كحدود سياسية دولية كثير من المشكلات. انا لو اتخذت النهر حد سياسي هيحصل مشكلات. ليه بقى? او مثلا ممكن يجي لك بالشكل ده للحدود السياسية النهرية بين الدول بعض او عدة عيوب. ده يتمثل في وجود جزر في مجرى النهر مما يعوق تحديد الحد السياسي بين الدول. احيانا بيكون في جزر في مجرى النهر. ده هيعوقني في تحديد الحد السياسي بشكل دقيق بين الدول. ايضا تغيير الانهار لمجراها بشكل مستمر. زي ما قلنا كده في نهر ايه? في نهر ريو جراند. بين الولايات المتحدة والمكسيك. ده قدى الى تحويل منطقة بنكو الى آآ المكسيك. من تبعيتها الولايات المتحدة الى دولة المكسيك. طيب بيبقى كده فيعي بين اهوت للحدود السياسية النهرية. ان بيبقى فيها جزر تعوق تحديد الحد السياسي وان الانهار بتغير مجراها باستمرار. طيب اسأل اللي بعده يختلف شكل الحد السياسي في البحيرات العظمى عن بحيرة فيكتوريا. او تتعدد اشكال الحدود السياسية التي تتبع البحيرات. يعني انا عندي دلوقتي شكلين. آآ بقسم الحدود السياسية في البحيرية آآ على اساس شكلين. اما ان الخط يكون ماشي في منتصف البحيرة زي البحيرات العظمى بين كندا والولايات المتحدة. هنا آآ الخط السياسي الفاصل هنا بيسير في خط في الوسط. وسط البحيرات. اللي هي بحيرة سوبريور وهورن وإيريو وإنتاريو. اما آآ ممكن بقى يبقى الخط هنا بيسير وفقا لاتفاقيات محددة. يعني مش شرط بقى يمشي في وسط البحيرة. لأ ممكن يبقى تبقى الاتفاقيات محددة بين الدول اللي بتطلع على هذه البحيرة. زي بحيرة بكتوريا آآ اللي بتفصل بين اوغندا وكندا وكندا وكنيا وتنزانيا. آآ بيتم تقسمها الى عدة اقسام غير متساوية. ده اللي بقى وفقا لاتفاقيات محددة زي ما قل. حدود مصر في الغرب والجنوب حدود هندسية. ايه الدليل على كده؟ آآ هنقول انها تعد فلكية بحتة تتفق مع خطوط الطول ودوائر العرض. حد السياسي بين مصر والسودان اللي هو الحد الجنوبي ده بيسير مع دائرة عرض اتنين وعشرين شمالا. وبين مصر وليبيا هو الحد الغربي بيسير مع خط طول خمسة وعشرين شرقا. باستثناء الجزء الشمالي منه. ده كان اخر سؤال معنا في حلقتنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفادتوا من حلقة النهاردة واستفادتوا من الاسئلة ديت. وزي ما شفنا معظم الاسئلة ديت جاه في امتحانات سابقة. يريد نأكد عليها كويس قوي ونذكرها كويس قوي. شكرا لحسن استماعكوا. شوفكوا على خير بإذن الله. ان شاء الله في الحلقة القادمة. هناخد مع بعض مراجعة على الدرس التالت. درس الخريطة السياسية للعالم. تطور خريطة العالم السياسية. يريد نذكره. وان شاء الله نشوف اهم الاسئلة عليه في الحلقة القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.